الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في سورة النساء وهذه الآية كثيرا ما نذكر بها يذكر بها الداعي إلى الله تعالى نفسه وإخوانه يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فهذه الآية الكريمة ذكرت خمسة أشياء الشيء الأول هو النجوة وهو الحديث بين الناس إما على وجه السر أو حديث فلان إلى فلان فبين الله تعالى في القرآن أنه لا خير في كثير من نجواهم من نجوا الناس وقوله تعالى كما قال السعد رحمه الله وبعض المفسرين قولوا لا خير في كثير من نجواهم ولم يقل لا خير في نجواهم وإنما قال في كثير من نجواهم دل على أن هناك نجوا فيها خير لذلك قال الله تعالى وَإِذَا تَنَاجَيْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وتناجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى فأنت تناجي أخاك وتناجي غيره بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى والبر كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كثرة الخير وإذا ذكرت الطاعة وذكرت معها التقوى فالتقوى اجتناب المعصية كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى ففي كثير من المجالس ما في أخر ودي بقع فيها بعض المستقيمين خليك من غيره واحد تلقى ساعة ساعتين ثلاثة بتونس مع الثاني وفي شي ما في أخر ومرات فيه شر شكير رب العزة والجلال قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإنت الزول المستقيم الذي منى الله تعالى عليك بمعرفة هذا الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته وهو الطريق القائم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة وعلى منهج السلف الصالح من أولئي الصحابة ومن سار على ناجهم أن تفئمس الحاجة إلى الوقت لتتعلم العلم ولتعبد الله تعالى على بصيره ولتبلغ الناس دعوة الله سبحانه وتعالى فيتمضيع زمنك لا في موبايل تقع الساعتين ثلاثة صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور في شريك ما في خير في البلد وفي غيره والله الذي لا إلى غيره وفي بدعة منتشرة وكل يوم يجيبوا لنا مصائب فيتمضي زمنك تلقاهم ساعتين ناس مستقيمين يتكلموا في الموبايلات ده سامسون وده ده زون وده ده ستو وده شنو يا ناس أني نفاضين بتاعين باترينات أنا ولا دعوة والله الذي لا إلى غيره وواحدين تانين بتاعين زواج برضه خليهم الموضوع ده طويل ولك ايف يا جماعة وواحدين برضه أنا دائرة سودانية وأنا دائرة يا عربية دائرة سودانية ودائرة كذي ودائرة كذي ماذا لن أذكر الدول التانية في ناس بيسمعهم بعيد إذا عالوا يكفلوا مرة واحدة فالمهم فيتخليك سوداني هنا وبعدين خليناك بنات الوطن والمستقيمات فالمهم فضيعوا زمنهم في مجالس كثيرة وضيعوا فيها الزمن أنت محتاج لأي لحظة تمر من هذا العمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مستدرك الإمام الحاكم وفي صيح الجامع للألبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك قال النبي صلى الله عليه وسلم وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك استفيد من الحياة واستفيد من أي لحظة في الدنيا دي تعايش فيها وأفضل شتم لفيه وقتك طلب العلم النافق في تسجيلاتها الآن موجودة والله يلبس مع شرح الإمام العالم محمد مان الجامي شرح صوتي للقواعد المثل لابن عثيمين دبص المراحل البعيدة في الردع على هؤلاء من أهل البدع على شاعر وغير وغير وشبه الموجودة ويعرف ذات العقيدة الصحيحة قبل الردع وتسجيلات موجودة تلقى شرح كتاب التوحيد شروحات شرح ده التدمرية وغير الواسطية وكتب في الفقه وموجودة وصوتية وقاعدة في موبايل وحاجات مكتوبة ورسائل وكتب مكتبة كبيرة كل يومين ثلاثة اشتري في كتب اشتري تقرامتين تعدى ونسوا ضياع زمن وإلى آخره فتستفيد من وقتك لا خير في كثير من نجواهم واحد اتنين إلا من أمر بصدقة تأمر بالصدقة والصدقة تطفئ الخطيئة كما في سنن الترمذ وفي صيح الجامع أيضا من رواية معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين من سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لو قاعد معازول بتنصح فيه الصدق في باب من أبواب الخير هذا مجلس كويس اتنين أو معروف تأمر الناس بالمعروف تجلس في مجلس يكون فيه معروف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأعظم معروف كما قال ابن باز رحمه الله تعالى في شريط له بعنوان الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قال أعظم معروف يؤمر به هو التوحيد وأعظم منكر ينهى عنه هو الشرك بالله تعالى والتوحيد يا جماعة أنا دارد ديكم فائدة التوحيد مجبس نرد على أهل الشرك والبدع دا لب الدعوة إلى التوحيد وده من الدعوة إلى التوحيد بل لب الدعوة إلى التوحيد لكن أيضا الترغيب في الله سبحانه وتعالى يعني بتلقى ناس بخش الحلقة بردم الصوفية ردم شديد جدا وكويس جدا وده من الدين وتؤجر عليه وما قصرتها كالترخيرك لكن مع ردمك لأهل الشرك ودعاة الشرك والرد عليهم ترغب الناس في الله تعالى لأنه الله قال كذب في القرآن قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن شنو بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم بيتها كمان لو مشيت قلت يا جماعة الله خلق والله الرازق والله الكريم وإلى آخره وما ردد على أهل الشرك انت قصرتها انت ترد عليهم وتحذر منهم وغاصف بلدنا دي انتشار للشرك وصحف وكتب وإلى آخره وقنوات تنشر هذا الباطل فلا بد من الرد عليهم لكن كمان مع الرد عليهم ترغب الناس في الله سبحانه وتعالى لأنه لله المثل الأعلى ذو البيت مشقق هذا ذا رقع وهو مختنع انه بيته دا مشقق تجي تتقول لي يا خسما البيت دا رقع المطر شغال وبكرة احتمال تجي مطر ولانه أمس جات والأمر دا امر الله تعالى المطر دا بيجي في أي وقت من الله سبحانه وتعالى فإن تيخشي للحاجات الجو والبيت دا شي للسرائر والأشياء دا أمروك بره ولأنه لالبيت دا مشقق أمروك بره نكسر البيت دا بدليق عفيق نكسره ونبني جديد ما بيختنع لك ولك كل مطر جاي جاي أنا أمرق الشغلة وده مشقق ترى هو بتصوب بيجاي بنخدت له جردل وبنجاسفه لكن كمان نمروك مرة واحدة لكن لو جيته قدت له اسمع شايف البيت بيجاي دا دا بيتي أنا تعال نشيل حاجاتك دي نخدتها في البيت دا ونكسر بيتك دا ونبني جديد ما بوافق بوافق انت ما وديته شنو للبديل والبديل أفضل انت لما انتجي الصوف تقول له خلي البرعي كويس خليناه وكان خلاه ومتعصب عيان ما خليه صايم دي ما كويس خليناه مكاشف خليه خليناه خليه انجد وتمشي منه الشغلة دي ما خلاهن اهبك رجاته كربه الجماعة مبجوه امشي اليدة بالدك حاجة لاكيد ترخبوا في الله تعالى ترخبوا في الله خلي دي خلي عقيدة تكفي الله صحيحة والله الكريم والله العظيم وأثني على الله سبحانه وتعالى بالثناء الحسن الذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام القدت دا ما شيء جديد دا منهج القرآن قال تعالى في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون الجواب الله ليه لأسباب كثيرة جدا منا ما ذكر في الآيات التي تلي هذه الآيات آه الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه زول كذب يرغب في الله تعالى ما هذه صفات عظيمة ولا كيف أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وآيات كثيرة عظيمة جدا أنا في بعضها ما قعد أسمع الدعاة بذكرها والله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف من الليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وقد القهار يا أخي سورة الناحل هذه من البداية للنهاية والله موقفت بس قريتها للنادي كله يمكن يسرخه دعنا الطرق ديلا بس تقرأه تدين شرح بسيط بسيط تقرأه ثناء على الله تعالى وتعظيم وآيات جليلة سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم وسورة الأنعام دي كمان دشغ البراو والله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وترقب الناس في الله الناس ما عندها جهل نحن عندنا زنوب والشيخ ما عنده زنوب الشيخ معصوم لا ما معصوم لكن والله الشيخ تاب وتاب جر الباب وراه وتمتوب وتاب الباب ذو ما مفتوح بين المشرق والمغرب كما بين مصراعي زول باب قدر ده ما يخش شبه ده ما يستهل جهنم والله إلا أن يشاء ربي شيئا وده كلها تترقب الناس في الله تعالى قل لو نزول عمل أي شيء الباب ذو مفتوح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم وترقبهم في الله وتبين لهم عظمة الله سبحانه وتعالى بعد ذاك وبرضو تذكر لهم تذكر لهم لا بد من التفصيل ولهم مبجوز العظيم الجليل الكريم الودود الرحمن الرحيم العليم الذي يجيب دعوة المضطر مبجوز تجعل له الند ومبجوز تنادي غيره بعد ذاك يجيب شغل الدعاء وأردم الجماعة الله يتقبل أردمه نديهم برضو حقهم وأخلص لله سبحانه وتعالى في كل ما تقول بعدين فيه محلات ترائفة المصالح والمفاسد والله الشغل دماء أنت رياء جماعة ولا قوة انت في شوف أي محل بلغ فيه التوحيد ومفصل ما توحيد عام أبو ماسك ساي أصل جوة للحيطة بعد ذا صح التعبير في الكلام يعني ما أبو ماسك ساي تصل للحيطة في الأسلوب يعني ما كمان بكرة يكفرون بها شغل دي اللي يعمل تكفير لا في في البلد دي والله ولا كيف شغل دي أي شيء كافر مرتد يقتل تاب ولا ما تاب فتاوزا تحيرونا والله الذي لا إلى غيره مصائب في البلد دي فهي تفي مساجد تخش تبلغ دعوة الله تعالى مرات ما بتجي بسم قبل أيام واحد صاحب أخونا وشيخنا وزمن دو أذن مزخن سقانة شديدة لكن زوجنه يعني نحسب عنده هم للدعوة بعدين معاه سقانته دي مرات بخش مسجد بلقى تبلغين أسألين قلت الكلام ده وبعرفهم بعذين يقول لهم نهن مادارين في الجامعة ده لا حلة لا كورة وبالله التوفيق وأكتفي بهذا القدر هبكون فارتقهم مرة واحد وأكتفي بهذا القدر يعني لو ما اكتفى أنا ما عارف بيعمل شنو أذن لهم سخن سخانة يعني نحسبه زون من أخواننا لا فاضل فقال لي يا أخي في مسجد قال لي المسجد ده أنا براع فيه أشياء معينة وفي حاجاتنا عارفة وكذي فقال لي في بعض أخواننا برضو نحسبهم فيهم خير لكن برضو دي رسالة لهم لغيرهم ورسالة من باب الملاطفة والنصح يعني وإلا هن نحسبهم أفضل مننا لو فينا فضل المهمة نازل قال لي جونيه ودار يعملوا نصيحة في المسجد بتاعنا ده قلت لهم يا ما اسمه المسجد ده النصيحة ما تجيبه في وسم ده زولنا المسخن ده ذاته والله المصالح ما تجيبه وسم وكذي إلى خيره والإمام ده زول كذي وكذي 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 عنده أشياء وإلى خيره لكن نحن مراعين مصالح معينة المهم في أمور معينة من غير ما يميع المنهج الإمام ده لو زحوه في واحد مجري مشعري وبجيب لهن صوفية فهو خايف يزحه ده يقوم داك شنو يخش في البرنامج ده فقال لي جيبت أخواننا ده ووريتهم الحاصل قال لي بدو النصيحة السلخو قال لي زول السلخو وجاب اسماء وهيج الجامع وفي النهاق قال لي والإمام القاعد في المصلاح ده العاطل ده الوري كذي وو قال لي برضو الده وحقه قال لي اليوم الثاني علق ورق منعوا الشغل قال لي اسماء هادي كيف والآخرين وقال لي والله يا أخواننا ده يا أخو في وحدين مسخلين هداهم الله مفروض يراعوا للشغل لكني برضو ما تشيل في نفسك عليهم وكذي أخوانك في النهاية ناصح لوجه الله تعالى والله يصلح الحال فأخواننا في بعض حلات كذي والشغل هذه جايت تراعي فيها في محلات ماشي كأنك بين تراعتين والطيم بيجاي برميك في تراع امش بالراحة تعشق شديد ترميش شغل من راح والكلام يطول فدي المسألة الثالثة المسألة الأولى النجوة والمسألة المسألة الثانية الصدقة والمسألة الثالثة المعروف المسألة الرابعة أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بمجرورة أو إصلاح بين الناس فإدت الإصلاح بين الناس وخاصة الإصلاح بين إخوانك بين إخوانك ممن يدخل الشيطان بينهم أحيانا بلفظة ورب العزة والجلال ذكر الكلام هذا في القرآن قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ممكن يكرهك ويضايق منك بلفظة يتدقوا لو إنت ما عندك قصد والله في واحد هاجرني قام فترة قلت لأ عليهم أنا مشهد لأ قلت لأ يا أخون إنت هاجرني ما لك قال لي والله إنت بتضحك كثير عشان كذي هاجرك قلت لأ هاجرني في الضحك بس يا أخ ما تجي تنصحني قل لأ ما تضحك كثير يا أخ الله إصلحنا وإصلحك تهجرني مرة واحد يا أخ في ضحك يعني إذا إن دقست عملت لي بدعة ومش كان هاجرني كما معروف تصل لحد وين والله الذي لا إلى غيره فإي تأخوك مرة تبقع في أخطاء يعني ما بنقول بار كوة تناصحه وتصبر عليه وتدي الكلمة الطيبة وخاصة إنه دار الحق كذي تدي الكلمة الطيبة وتتلطفه قال خطأ في الملأ رد في الملأ لكن برضو يتلطفه أصره كذي يتوكل وأعمل له حذر وبعدين الله كريم لكن في النهاية تصبر وتصلح بين الناس وتتحمل والدعوة يا أخوان ما قوة ساي في ناس يقروا بعض الآثار كذي قوة على البدع بس اليوم كله مكنكش قايل الشغلة دي معاي زول معاي زول قوة والمساعدة هقوة تيغت بالمساعدة ومع شكلة تعركش ما بتفهم يا أخو الشارع ده القوة دي ما معاي زول قوة دي مع ناس معينين إنت تكون خلقك الخلق الحسن والتلطف مع الناس والانكسار في مشيتك تكون متواضع في كلامك الزول ذات يسمع لك يرغب في الدعوة بعد تنتهي محاضرتك مرة تكون عنده مشكلة يا حكالك لأنه خلاص شرح لك لأنه انت عندك خلق حسن فالناس تكون يعني شنو وتصلح بين الناس وده من الدين أو إصلاح بين الناس المسألة الخامسة والأخيرة رب العزة والجلال بعد ذكر التلاتة شياد بعد ذكر النجوة قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وده همشي وأن تخلص لله سبحانه وتعالى وده زمن بتاع فتن فتن شهوات وفتن شبهات وأشياء كثيرة فكون أنت قلبك توفق للإخلاص فإنت في خير كثير أن تفعل ذلك وأنت لا ترجو السواب إلا من الله سبحانه وتعالى وأنا نبهك ونبه نفسي دائما الزول مبرأ إلي خصومه يعني لما تعمل الريادة ما بتعمل لزول ضدك بتعمل لشنو الناس المعاك والناس اللي بتحبهن ولعندهم مكان عندك تقول والله يا أخ المجلس دا فيه شيخ فلان آه إن شاء الله بجيه لي نصيحة كلهم إن شاء الله ما ما بقصر معهم وإلى آخره وذي ذيثني علي وذيك ما يثني هيتها ذول ما تتكلفوا وإيش أعملوا لله تعالى والنص لما انتقراه وتشتزمع التفسير الصحيح فيه من عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين وتقرى التفسير الصحيح فيه بعدين تجتهد وبعد ذلك تخلص لله سبحانه وتعالى والله أنا في مجلس من المجالس كان في المدينة بعدين المجلس دا للشيخ عبد الله البخاري الله تعالى في رمضان وبعض أخواننا الموجودين هنا الساقون أو بقصبه المهم ودونا للمجلس نحن هم نعرف الشارع وينه ما شيئنا المهم وإنه شيخ مزمن له واخونا شهاب شيخ شهاب وكذي المهم حضروا المجلس دا ففي آخر كلمات الشيخ كانت الساعة واحدة صباحا نتكلمه من حداشر لواحد دريس ومحاضرة تاني جال محاضرة البعضة من حداشر لواحد الناس ما شاء الله عندهم جلد وصبر وعندهم حرص نحسبهم في نفع الناس فقال آخر سؤال قدموا له وده بشارة ليه كتا وانا الكلام ده بقول لك من باب التذكير لأنه في ناس عندهم يأس وبسمعوا بعض الكلمات كذي رأسهم بضرب آخر سؤال قدموا له قالوا يا شيخ لو أن طالب علم أو رجل في بلد لو أن رجلا في بلد ليس فيها علماء وإنما يستمع لأشريطة العلماء ويقرأ الكتب فهل يجوز له ذلك سؤال مش واضح وأنه نبهمنا في البلد وليت لأقوكم علماء آيات نحن لسه سوادنا في البلد ما شاف لكن هناك الحمد لله شفنا بعضه المهم فقال قال الأصل الرحلة لطلب العلم إنه العالم ده تسافر شنو شان تطلب منه قال أما إن لم تتوفر الرحلة أو لم تتهيأ والحال ما ذكر ما في علماء في البلد قال بهذه الحال يجوز له شنو سماع الأشرة وقراءة الكتب فإن تتسمع للعلماء وتستفيد وتبلغ دعوة الله تعالى ما يجيك زون مصبط والله أنا أقول لك الكلام ده ونسأى الله الإخلاص فيه والثبات والكلام ما تأويل تأويلات بعيدة هذا كلام بس المهم أنت أخذه ما بس تقرأ وتسمع للمشايخ بعدين بتقرأ كتب معينة ما هي كتاب كمان بتخش فيه تجيب لك مسألة ولا قاعدة تحير الناس ذاته تجيب تامي وين لكن شنو أنت بتقرأ الكتب اللي بيرشدك لها العلماء بعد ذلك بتسمع قبلها بتسمع تسجيلات وتستفيد منها والشرحات دي موجودة من الأصول الثلاثة لآخر كتاب موجودة الحمد لله ومفرغ ولعلم الكبار شيخ الفوزان وشيخ العباد وشيخ ربيع وشيخ محمد بن هادي وشيخ محمد أمان الجامي وشيخ العلباني وابن بازو والعثيمين حافظ الله الأحياء ورحم الله الأموات لكن أهم شيء أن تخلص لله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أنا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم شكرا